المترجم للقناة نظام القطري في استهداف الصيادين البحرينيين وأكدوا دعمهم لجميع الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى التصدي لتلك الانتهاكات وقال النائب باسم المالكي إن النظام في قطر يعاني العزلة حالياً ولم يجد أمامه سوى الإساءة لمملكة البحرين وشعبها والتعرض إلى البحرينيين في أرزاقهم فلم يكتفي بالإساءة إلى العمال في الداخل بل طال ذلك البحار في عرض البحر من خلال التعرض لهم وتهديد حياتهم من جانبها قالت النائب زينب عبد الأمير إن النظام القطري أنزل بالكثير من أبناء شعبه أقسى أنواع الممارسات القسرية والمهينة لحقوق الإنسان والتي تتطلب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لوضع حد لبجاحة هذا النظام من جانبه أكد النائب خالد بوعنق أن الاعتداءات القطرية المتكررة على الصيادين وترويعهم هو تجاوز لحقوق الإنسان وقطع لأرزاق الناس وما هذه الأفعال إلا انتهاكات تخالف الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان من جانبها شددت النائب فاطمة عباس على ضرورة وجود تحرك حقيقي وجاد من قبل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان لوقف جميع تلك التجاوزات والانتهاكات القطرية الصارخة ترجمة نانسي قنقر